عمين السلطات الانقلاب لحمل السلاح وسط المدن دون الاخذ بعين الاعتبار لعنصر الكفاءة والتوازن والقدرة على ضبط النفس كما لفت الحزب انتباه رأي العام لان هذه الجريمة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل السابقة التي ظلت دون عقاب وتتزامن مع حمد استهداف يضيف البيان للمعارضين بتنفيق التهم اليهم بكل خساسة للتغطية على تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية هذا ما ورد في بيان حزب حراك تونس الارادة سي سامير الغارساني بعودة على الجهات الداخلية والقسرين سيم محسن ضايرحمة فقيد هذا احد شباب السبيبة المدخل الحدودية هذه رئيس الجمهورية كانوا عدوا في مارس لاظريل لعمل هذا المرسوم منتاع العفو الجبائي وعد انه ونظم قائمة منتاع المجرمة الكبار وقائمة منتاع المدن والقراء من اكثر فقرا فقرا وعد الشباب بانه هالمجرمة الكبار الفوسياد سيستثمرون على الاقل تحتفظت القانون هذا المتاع الصلح الجزائي جوكم شويفوسياد انتم شوية في القسرين في المعتنديات شوية مجرمة قدم بالنسبة الوضع في القسرين ووضع الفساد اللي هو نحن كمجتمع مدني كلنا نتكلمه من 2013 و2014 ونحذر بالمسألة دية وقولوا انه رأوا في تونس وفي كل مكان من تونس وخاصة في المناطق الداخلية وخاصة في قليلات القسرين رأوا ان تمد ايدك تجبد ملف بتاع فساد الفساد رأوا كسوسة في تونس ولا بد من انه لوك في وجه الفساد هذا ولكن يلزمنا نبحث عن الداء شكون اللي يوقف ورا الفساد وشكون اللي يدعم في الفساد وشكون اللي عنده مصلحة بالفساد اللي يلزموا يستمر في تونس هي اللوبيات اللي تحكم دون ان تظهر تحكم باستلاها على الاقتصاد الوطني اليوم ووقت اللوبيات هذه ما تستثمرش في الولايات الداخلية ما تستثمرش في ولاية القسرين وعليشنا في بداية الحديث قلنا انه اعطونا مشروع واحد شفناها في الجسرين مثلا كولاية وكانت عندها حضور تاريخي وكانت هي اللعب الاول في المفصل التاريخي للتغيير الجذري اللي انبثق عليها ربيع عربي كامل انطلق من الجسرين ولكن هل الجسرين تغير فيها شيء؟ هل الحكومات اللي تعاكمت من بعد الثورة قدمت شيء للجسرين؟ هل لهذه الساعة لهذه اللحظة نشوفوا انه تم العدل اساس العمران انه شفنا حزب او حكومة او رجل كان ينطلق بدافع وطني لقيام العدالة في مبين الجهات للخروج بالمناطق الداخلية ما كان الظروف اللي دفعتها مش تقوم بالثورة هدية للتغيير الجذري للشرايين الاقتصادية بتاع الجمهورية التونسية بيش تمس هالمناطق الداخلية للخروج من المواطنة باسم درجة اولى ودرجة ثانية هذا الكل لحد الساعة ما شفناشه لا من على مدى ستين سنة من عهد برقي بل بن علي الى ما بعد بن علي وما بعد الثورة بالتالي اليوم اللي قاعد يحصل في البلاد ان الارادة السياسية وغياب الدولة تماما على تقرير مصير ولادها وشبابها لكن زاركم سمعني معدر سامير رئيس الجمهورية زاركم في القاسرين وعد شباب هنا صحيح زيارات كانت زيارات قصيرة وكنا ننتظر بصراحة لفتة اكبر بكثير او لفتة حقيقية او لانه نحن اللي ننتظره يا اخي على الاقل انه يوقع الحواء ما بين المناطق الداخلية وما بين الحكومة ان الحكومة تقرب اكثر للمواطن وتحكي مع المواطن تفسر له لانه نحن كمواطن كناشط في مجتمع المدني لا انتمي لا لأحزاب انتمي لتونس انتمي لمستقبل تونس ننتمي لنقطة جماعية اللي هي تتمثل في ولدي وولدك وش بش نخلوهم في البلاد يعني اليوم نحن مقتنعين انه نبحث عن وطن نبحث على اي نفس وطني يخدم من اجل انه ولدي يبقى يحلم في داخل تونس ما يفكرش بش يحلم خارج تونس يعني اليوم اللي بش نحمله المسؤولية الكاملة ان كان الرئيس او كانت الاحزاب السابقة او كان بن علي او كان بورجيبة لكن اللي يهمنا يهمنا اليوم اليوم شنو اللي يقعد يحصل في تونس شنو اللي يقعد وين ماشي تونس هذا لا يمكن ان يكون الا بتقارب بين الشعب وبين الحكومة ان تتواجد ثيقة ما بين الشعب وما بين الدولة وما بين المسؤولين في الدولة هذا اللي نستنوا فيه ونبحثوا فيه من اجل انه ما نمشوش لا الفوضى ولا نمشو العالم اللي يمر بأزمة كبيرة جدا ومؤثرة على جميع دول العالم بما في تونس لكن هذا ما يعنيش انه اليوم لازمنا في نفس المكان القديم ما زالت المناطق الداخلية والقسرين تنتظر من الدولة ان يتمت ايداها للمناطق هذه وتصنع معها ثيقة جديدة ونشوفوا مشاريع تنموية ونشوفوا مشاريع تضمن كرامة المواطن في المناطق الداخلية باش ما يمشيش يمشيش للحرقة وما يمشيش للعسليب اخرى لانه الفقر بدل في الطبايع يا اخي وقت اللي تفقر انت مدينة لما لازالت تلك المدينة التي ثارت من اجل الكرامة وثارت من اجل تغيير وقاحة الاقتصادي ثارت من اجل ان يكون عندها مستشفى ثارت من اجل ان يكون عندها مكان ينجم يحلم فيه وولدها ويقرأ فيه ويخدم فيه ويتفرهد فيه لازلنا لحد الان ندفع ضريبة الدم وضريبة الشهداء لازلت امهات نتموت في الطريق وهي تتجاه للمستشفيات الجامعية في المناطق السحلية ما زلنا في اتعس ما يكون ولكن لازلنا نملك شيء من الحكمة وشيء من الصبر ونبحث على مصرحة لجهتنا وللوطن نعم مستاذ محمد يقول لك نحن اليوم الوطن المفقود زيناسي حسين لأنه نحن ندرك بالوعي أنه ما زلنا نبحث على تحرير كامل لكرمتنا من اللوبيات ومن الاستعمار المالي ومن الاستعمار الاجتماعي ومن الاستعمار الفكري ونبحث عن تحرير هالمناطق الداخلية حتى ترقى وتعترب من المناطق التي استطاف فيها العيش ومناطق السحلية اللي اخذت تاريخية من الثروة التونسية ما يفوق 80% وكأنك يا بوزيد مغازيت يعني رغم التمييز الاجتماعي اللي يرد فيه 14-2000 على أرض الواقع هربته من الاستعمار خارجي الاستعمار داخلي ما زلت التنمية ما زال يحلم اشتركوا في القناة